اليوم إن شاء الله سوف نأخذ حبة من البطاطس لأن البطاطس مكون قوي جداً في علاج الكلف رغم أن الكلف علاجه يعني يكون صعب ويود منه تقريباً وقت طويل لذلك اليوم إن شاء الله بواسطة المكونات الطبيعية سوف نعمل على تقليل من الكلف وأيضاً بالاستمرار على هذه الخلطات إن شاء الله سوف نقوم بعلاج الكلف سنأخذ هنا البطاطس لأنها بها مكونات رائعة جداً تعمل البطاطس على التخفيف من البقعة الداكنة وبالتالي تحسين مظهر الجلد لذلك أنا اليوم أخذ البطاطس وسوف أقوم ببشرها في مبشرة كما تشاهدون ثم سأقوم بأخذ المبشور وأقوم بتصفيته حتى نتحصل على عصير البطاطس إذن بعدما حصلنا على مبشور البطاطس سوف نأخذ هنا مصفات ثم سوف نقوم بتصفية مبشور البطاطس نستخرج هنا فقط عصير البطاطس بالنسبة لهذا المبشور يمكنكم ما تبقى منه يمكنكم استخدامهم لتقشير البشرة يفتحها يبيضها وكذلك سوف يزيل لكم كل الخلايا الميتة إذن الآن سوف نقوم بإتمام هذه الوصفة إذن سوف نأخذ هنا إناء مناسب ثم سوف نحتاج تقريبا إلى مقدار ملعقة كبيرة بهذا الشكل من عصير البطاطس فهنا تغير لونه لأنه يتأكسد عصير البطاطس بسرعة ثم سوف نأخذ عصير الليمون الحامد تقريبا مقدار ملعقة صغيرة هنا لمن بشرتها تتحسس من عصير الليمون الحامد يمكن تعويضه بعصير البرتقال وسنبدأ فقط بالخلط ندمج المكونات إلى غاية ما تتجانس بالنسبة للطريقة فهي سهلة جدا لكنها فعالة مباشرة بعد أن نقوم بدمج المكونات سوف نأخذ قطنة نقوم بغمرها بهذا الشكل ثم نأتي إلى مناطق تواجد الكلف ونبدأ بتمرير القطنة على البشرة بهذا الشكل بهذه الطريقة أماكن تواجد الكلف أو النمش وحتى تلك البقع التي تكون غامقة الطريقة بسيطة وسهلة جدا كما تلاحظون نبدأ بمسح البشرة هكذا جميع المناطق التي بها الكلف أو النمش ثم بطبيعة الحال سنقوم بترك هذه الخلطة على البشرة مدة عشر دقائق بعدها نقوم بغسل البشرة بماء يكون فاتر ثم بالماء البارد ثم في الأخير تأخذون ماء الورد أو تونر تقومون برش بشرتكم حتى نعمل بهذه الطريقة على غلق المثامات وأيضا إزالة كل التصبغات هذا بالنسبة إلى الطريقة الأولى سنمر الآن للتعرف على الطريقة الثانية الطريقة الموالية سوف تكون عبارة عن مقشر بالمكون الرئيسي والرائع وهو لدي هنا الأرز تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الأرز يمكنكم طحنه كما يمكنكم شرائه جاهز ثم سوف نأخذ ملعقة من عصير البطاطس تقريبا مقدار ملعقة هكذا من عصير البطاطس وسنضيف مكون آخر سنضيف هنا ملعقة كذلك من الحليب الحليب السائل الكامل الدثام ثم سوف نبدأ نخلط جيدا المكونات حتى تتجانس مع بعض ونتحصل على مقشر ممتاز يزيل الخلايا الميتة وأيضا سوف يساعد على إزالة تلك البقع بالخصوص لمن لديها كلف سواء أكان كلف قديم سوف يعمل على علاجه هذا المقشر بعد أن قمنا بالخلط دائما على بشرة تكون نظيفة أي خالية من المكياج أو الزيت أو من أي كريمات وسنبدأ بهذه الطريقة بعمل تقشير بحركات دائرية لطيفة على الوجه نتجنب فقط منطقة تحت العينين لأنها تكون منطقة حساسة الطريقة سهلة وفعالة جدا بهذا الشكل تقريبا مدة خمسة دقائق من الفرق وبعدها نقوم بغسل البشرة بماء يكون فاتر ثم بالماء البارد سنمر الآن إلى الطريقة الثالثة بالنسبة إلى الطريقة الموالية سنحتاج هنا إلى جيل الألويفيرا أو جيل الصبر ممتاز يعد مكون ممتاز للقضاء على الكلف النمش بالخصوص كذلك البقع التي تكون عويصة مثل الكلف أنصح باستخدام دائما جيل الصبر أو جيل الألويفيرا سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة تكون ممتلئة من جيل الألويفيرا سوف ندمج معها كذلك عصير البطاطس بعد أن أضفنا هنا ملعقة من جيل الألويفيرا وكذلك ملعقة من عصير البطاطس سوف أضيف كذلك ملعقة من الحليب السائل الكامل الدسم ونخلط جيدا بالنسبة لهذه الخلطة بواسطة قطنة نأخذ هنا قطنة كذلك ثم سوف نبدأ بمسح البشرة بواسطة قطنة نقوم بتمرير هذه الخلطة على كامل البشرة من الأحسن على كامل البشرة سوف نستفيد منها بشكل كبير ليس فقط في إزالة للكلاف بل في تفتيح البشرة تبيضها حتى في إزالة التجاعد بعد أن نقوم بتمرير هذه الوصفة على كامل البشرة سوف نبدأ بواسطة أطراف الأصابع بعمل تدليق هكذا بحركات دائرية لطيفة داوموا حبيبتي على هذه الخلطات التي شاركتها معكم لعلاج الكلف وأيضا النمش بشكل يومي يستحسن دائما المداومة عليها إن شاء الله سوف تعطيكم نتائج رائعة هذه الوصفة أتركها تقريبا مدة نصف ساعة بعد ذلك قموا بغسلها بماء يكون بارد ثم قموا برش البشرة بماء الورد أو تونر إذن حبيبتي كان هذا هو فيديو اليوم وخلطات اليوم لعلاج الكلف والنمش والبقاع الصعبة التي تكون مستاصية أتمنى أن أكون قد أفدتكم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودومتم في أمان الله